في خطوة جديدة من خطوات الحرب الباردة بين الغرب والصين اتهم مسؤولون بريطانيون مجموعة تجسس على صلة بالصين بالقيام بحملة تجسس الالكتروني واسعة النطاق شملت مسؤولين وموظفين وبرلمانيين بريطانيين عبر القيام بعمليات تجسس خبيثة استهدفتهم خلال الفترة الماضية القراصنة الصينيون او ما يطلق عليهم اي بي تي واحد وثلاثون اتهمتهم السلطات البريطانية انهم ذراع لوزارة امن الدولة الصينية وان الصين استخدمتهم لتنظيم حملتين الكترونيتين خبيثتين طالت اللجنة الانتخابية وبرلمانيين بريطانيين وهي الاتهمات التي نفتها بيكين من جهتها اكدت الخارجية الصينية ان بريطانيا لم تقدم ادلة كافية على اتهاماتها لبيكين بشنها جمات قرصرة داخل بريطانيا كما وصفت استفارة الصينية في لندن لاتهمات البريطانية بانها ملفقة بالكامل وافتراءات خبيثة اتهمات المسؤولين البريطانيين تأتي تزامنا مع تقارير استخباراتية بريطانية القت الضوء على اخطار التحركات الصينية داخل المملكة المتحدة والتي اشارت فيه ان الاستخبارات الصينية تستهدف بريطانيا ومصالحها بكثافة وقوة وان الصين استفدت من تركيز لندن على تعزيز العلاقات الاقتصادية من اجل اختراق امن المملكة في ظل عدم التحركات الكافية من قبل الحكومة البريطانية لمواجهة التحركات الصينية في البلاد اتهمات لندن لبكين تأتي تزامنا مع العقوبات التي فرضتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة على شركات قالت انها مرتبطة بوزارة امن الدولة الصينية ولها صلة بانشطة القرصنة كما شملت العقوبات ايضا افرادا قالت عنهم لندن انهم مرتبطون بانشطة التجسس الصينية توتر يشوب العلاقات الصينية البريطانية بعد انشب العلاقات الصينية سالة امريكية حيث يتهم الغرب دائما الصين بالوقوف وراء جميع الهجمات السبرانية والقراصنة التي تستهدفهم وهي الاتهامات التي تنفيها الصين دائما والتي تقول انها تسعى للتعاون مع الجميع